في قضون ذلك غادر رئيس بعثة الرخابة الأممية في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد منصبه الذي تولاه نهاية يناير الماضي خلفا للجنرال باتريك كامرت وكان لوليسغارد قد رأس اجتماعا ثلاثيا للجنة تنسيق عادة الانتشار في الحديدة على متن سفينة أممية في عرض البحر قبالة مدينة الحديدة تم الاتفاق فيه على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار وكان مجلس الأمن وافق على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة لستة أشهر وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على نشر سريع لكامل أعضاء البعثة